طبعا يعني مباراة اللي جاية هكون يوم التلاتة امام خصم قوي خصم عنيد هو فريق سموحة محترم. طبعا. شايف حضرتك ازاي مباراة سموحة وانتكلم عليها كده فنيا من نوجة نظر كابتن يشام حنفي. اه مباراة بس اقول لحاجة. سموحة بيمر بظروف صعبة جدا جدا فترة اللي فاجت. ايه? فاكيد جهاز الفني عارفه اكيد اه اللعيبة كلها شايفة بتتفرج لان احنا كلنا لعبة كورة بنخلص ماتشة او بنخلص تمرين بنرجع لو في ماتشات في الدورة تتباحها بتفرج عليها عشان تبقى عارف انت هتلعب مع مين الماتشة اللي جاي او هتبقى انت في المكان ده عايز منه ايه? انت عايز تبقى ايه? في الماتشة ده? عايز تعدي ولا توقف ولا تباصي ولا تشوت ولا انت في الماتشة ده لما ييجي تطلب منك انك تلعب. بغض نظر مين لا يلعب. اه. انت منفوت دورك ايه في الملعب. انا بحس ان يعني يعني ان الناس بتتفاجئ ان انا بلعب. يعني الناس بتتفاجئ انها بتلعب. لأ لازم تقوم حضر. التحديد ده مهم. او ليه ليه بتحضر قبل ماتش? ليه المدارة النهاردة بيدي لك تمارينه وشغله وبيجهزك نفسيا مع نويا. عشان تبقى مستعد للماتش نفسه. صح. انا بحس ان اللعبة بتنزل الماتش النهاردة يعني اتفاجئة انها في تشكيل او اتفاجئة انها تلعب. لا مش محضر. وده مش متواقع عجبتو. مش متواقع. وده غلط جدا لان انا النهاردة لازم امحضر كل حاجة. وابقى عارف ان انا نازل اه مضغوط النهاردة. يعني مضغوط ان انا خسران ومضغوط ان انا لازم اكسب. يبقى انا لازم يبقى عندي شخصية في الملع عشان كابا اقول لك شخصية لعيدة النادي الاهلي. وبكررهارك مرة ومليون. ان شخصية النادي الاهلي مختلفة عن اي حد. مختلفة تماما اي حد. فالنهاردة لازم يبقى له لعيبة محضرة. في الماتش سموحة. زي ما قلت لك سموحة بيمر بازمة يعني كبيرة. سموحة كان ماشي كويس قوي. تغيير جهاز فني. كابتن ترى يحيا حظه وحش قوي مع فريد سموحة بصراحة. عامل شغل كويس قوي. ولكن الظروف معاكسة برضو معها جدا. 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 ايه حظه السنة دي كان وحش كابتن ترى يعني هم المدربين المحترمين يعني مدرب كويس جدا يعني. فهو حظه. لكن هو في سموحة فرقة كورة. سموحة عنده بدل البديل اتنين وتلاتة. فعندهم فرقة كورة. ولكن لا مش هو ده سموحة. انا مش عايز بقى اتفاجئ في المباراة ان سموحة يبقى فايق علي. وانا مش عايزة اتفاجئ ان هم جايين يبقى ماتش الاهلي طبعا بالنسبة لهم هو الشو هو الماتش الاهلي. وطبعا التسيط كله في ماتشات الاهلي. فانا النهاردة هيجي بقى في ماتش الاهلي هتلاقي كورة تانية. وهتلاقي حقا ده مختلف. للعب بالسنة كابتن ماتش داي من السنة للسنة. طبعا ده هتلاقي تمرين مختلف. وروح مختلف. كل حاجة مختلف. ومكافئات. كل حاجة تطلع في الماتش اللي اي فريق بيلعب فيه الاهلي يا كابتن. ده يعني واحنا صغارين. متعودين كده. حتى الناشئ. هو بيلعب مع اي فرقة. اي فرقة بتيجي تلعب مع نادلالي خلاص هو ده بالنسبالو. الماتش الشو بالنسبة لي وموتش اللي هو اللي هو اللي هينقلو نقلة تانية. فبالتالي لازم ان نهاردة بقى انا عارف اوكاس انها رايح بلعب مع فرقة اه ظروفة وحشة لكن هي فرقة كويسة. فرقة محترمة. اه فرقة يعني مش مساهل انها تتغلب. فكل ده لازم يبقى في ازهان اللعيبة كلها هي رايحة. طبعا اكيد الجهاز الفني بيشتغل شغل طبعا انا عارف ومتأكد ان هو محتوط تحت الضغط هو كمان لكن اكيد في شغل اكيد واضح وان شاء الله هيبقى واضح اكتر في مرات سموها.